بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بيكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة معاكم مهندس أحمد السعيد حلقة من الحلقات المهمة اللي هتفرق مع حضرتك كتير جدا وأكلمك النهاردة على نوع من أنواع النباتات ونوع من أنواع المحاصيل الصيفية اللي هتديك ربحية عالية وخلينا نفكر خارج السندوق شوية هنتكلم النهاردة جماعة عن أحد النباتات المقاومة للإجهاد بشكل كبير جدا أحد النباتات المتحملة لدرجات الملوحة العالية أحد النباتات المتحملة لظروف الجفاف أحد النباتات المتحملة لزيارة الرطوبة الأرضية أحد النباتات المقاومة للأمراض الفطرية اللي موجودة عند حضرتك في الطربة محصول من المحاصيل اللي بيزرع في جميع أنواع الطربة نركز يا جماعة في المحصول بتاعنا النهاردة واللي هيديك ربحية 150 ألف جنيه بعد 120 يوم أو 130 يوم على الأقصر هنتكلم النهاردة عن إيه؟ هنتكلم النهاردة عن محصول أو عن نبات اللب الخشب أو اليوقطين زراعة اللب الخشب من أسهل الزراعات اللي هتفرق مع حضرتك كتير جداً وتديك ربحية عالية جداً تتخطى 150 ألف جنيه كيلو اللب الخشب النهاردة يا جماعة معاك من 130 جنيه لغاية 180 جنيه إنتاجية الفدان من اللب الخشب هتوفر لك 150 ألف جنيه بشكل مستريح جداً لو حضرتك اشتغلت بالطريقة الصحيحة وحضرتك زراعة بالطريقة الصحيحة واخترتي إيه؟ بزور كويسة وزرعتها في المعاد المناسب للزراعة حضرتك بتتكلم كلام مستحيل يا بشونس لا مش مستحيل ولا حاجة يا فنم دي نباتات بنزراعها وبنجيب منها إنتاجية ودي البزور بتاعة اللب الخشب اللي حضرتك إيه هتزرع منها هتكلمنا قبل كده يا جماعة في حلقة سابقة عن اللب الخشب وطريقة زراعة اللب الخشب وهقولك برضو نبزة مختصرة عن طريقة الزراعة خليك بس إيه؟ لو أنت عندك النهاردة أرض جديدة ومحتار تزرع فيها إيه؟ اتكلمنا قبل كده يا جماعة عن بعض المحاصيل الهمة اللي هتفرق مع حضرتك كتير جداً وهتديك ربحية عالية وما تسنطرش نفسك إن أنت عندك عشر فلدين تروح تعملهم رز لو الأرض عندك جاي رز رز يا جماعة ما تتخيلش إن رز يطلع بعشرين جنيه والكلام ده يركز في الكلام كويس واشتغل على محصول يديك إيه؟ ربحية عالية وما توجهش المساحة اللي عندك كلها ناحية محصول واحد يبقى أنا النهاردة عندك عشر فلدين أعمل ثلاثة رز أعمل ثلاثة صوية أعمل ثلاثة دورة أعمل ثلاثة أخدار أقسم المساحة اللي عندي لعله وعسى السوق يهبط في محصول معين ويعلى فين في محصول آخر ده شغل إيه؟ الإدارة الزراعية إنك أنت تدير المزرعة اللي موجودة عند حضرتك بشكل كويس عشان تاخد إيه ربحية عالية نخلينا في موضوع حلقتنا النهاردة يا جماعة والموضوع المهم جدا واللي هو إيه؟ زراعة اللب الخشب واللي هيديك أرباح كام مية وخمسين ألف جنيه للفدان وقد تزيد عن كده يا جماعة وإحنا بنقول كلام على أرض الواقع طيب نعمل إيه بقى؟ حضرتك هتبدأ تجهز التقاوي اللي موجودة دي وتبدأ تجهز قد إيه للفدان؟ قد تقاوي هتاخد من ثلاثة لغاية خمسة كيلو للفدان وحضرتك تزود إنت كيلو من عندك كمان عشان تزرع بالكسافة النباتية المصبوطة وتضمن إن موجود عندك عدد النباتات اللي إنت عايزة فيهن؟ في الفدان أو في المساحة اللي موجودة عند حضرتك يبقى حضرتك زي ما تكلمنا قبل كده في الفيديو اللي قبل كده قلت لك هتجهز التربة بشكل كويس تحط لها الخدمة العضوية بتاعتها تحط الخدمة الكيميائية بتاعتها وتبدأ تزرع اللب الخشب بتاعك هيفرق مع حضرتك كتير جدا موضوع اللب الخشب نيجي بقى يا جماعة لنقطة مهمة جدا بعد عملية الزراعة لما بتزرع اللب الخشب يا جماعة هيبدأ ينبت معاك اللب بعد حوالي أسبوع إلى عشر تيام راية المحياة بتبقى من خمستاشر لعشرين يوم وقبل راية المحياة هتبدأ تخف نباتات اللب اللي موجودة عند حضرتك هتزرع على مسافة الأولى جماعة من تلاتين لاربعين سنتي وما تزودش عن كده ما تزرعش على خمسين سنتي وستين سنتي والكلام ده لا قلل كمان عن التلاتين وبعد كده ابقى خف براحتك والخفة جماعة بيبقى عود وعودين يعني عود وعودين انت هتزرع التلات بزور في الجورة وبعد ما النبات ينبت معاك على عمر مثلا خمستاشر يوم قبل راية المحياة بيوم تبدأ ان انت تخف النباتات اللي موجودة عندك وفي الجورة هتسيب نبات والجورة التانية تسيب نباتين يعني في جورة تسيب نبات وفي الجورة التانية تسيب نباتين نبات اللب الخشب يا جماعة من أكثر المحاصيل اللي هتديك ربحية كويسة جدا وبيزرع اللب الخشب لعدة أغراض ممكن تزرعه بهدف الحصول على زيوت من البزور بتاعته ممكن نزرعه بهدف الحصول بتاعه على الصمار خضراء يعني بنزرع اللب الخشب يا جماعة وبنجمع منه الصمار خضراء زي صمار الكوسة دي وبتبقى غالية جدا والفدان من أول 8 طن لغاية 11 طن 12 طن للفدان وتركز اه يا جماعة في الكلام ده لو انت هتجمع ايه الصمار خضراء والصمار ده يا جماعة لو هتجمعها خضراء بتجمعها بعد حوالي من 50 إلى 60 يوم ايه على الأكثر أو ان حضرتك بتزرع اللب الخشب ده بهدف ايه الحصول على اللب بتاعه ايه للتسالي وزي ما قلنا جماعة اللي بتوصل النهاردة اسعاره من 120-130 جنيه معاكل غاية 170-180 جنيه لكيلو اللب الخشب يعني الطن بتاع اللب الخشب نهاردة متوسط 150 ألف جنيه للطن حضرتك مش هتصرف على الفدان 7-8 تلاف جنيه من تسميت ورش وتقاوي يبقى ايه مكسبك منه بيعدي 140-150 ألف جنيه يبقى نفكر خارج الصندوق ما نسطرش نفسنا يا جماعة ناحية زراعات معينة في زراعات كتيرة جدا هتفرق مع حضرتك كتير جدا طيب انت جيت بقى اللب الخشب من بزور التسالي قد ايه معاك من 800 كيلو لغاية طن ونص للفدان من 800 كيلو لغاية طن ونص للفدان على اساس ايه على اساس طريقة الزراعة يعني الناس اللي هتزرع بالغام مش زي الناس اللي هتزرع بالطنقيد مش زي الناس اللي هتزرع بالرش الريب الطنقيد وريب رشات تقريبا نفس الانتاجية معاك انتاجية بتعد الطن بتاعك تب الناس اللي هتزرع بالغام الانتاجية بتاعتهم من 800 لغاية طنة طنة 100 كيلو طنة 200 كيلو على الأكثر ولكن في الطنقية الانتاجية بتزيد ليه في الطنقية يا جماعة بتعرف تعمل كنترول على برنامج التسميد اللي حضرتك شغال بيه تقدر تدي للنبات احتياجاته السمادية في أي وقت هو محتاجة عن طريق عن طريق التربة لأن انت بيجي عندك وقت معين النبات كل النبات بيقفل فين في الأرض فمتعرفش تدي له ايه الكيمو بتاعه فانت لو انت بتشتغل طنقية بتدي للنبات الكيموي او العناصر الغذائية اللي هو محتاجة في أي مرحلة من مراحل نمو النبات اللي موجود عند حضرتك لو هتزرع يا جماعة اللب الخشب غمر تركز اوي في عمليات الراي تركز اوي بعد عمر خمسين يوم لما يبقى عندك سمار اوعد سيب اي سمار في القلبية اللي موجودة عندك هتضمر لك النبات اللي موجودة عندك وهتضمر لك المحصول وهتيجي تبصت له الكوز مليئة كبير وفاضي من جوا او معفن من جوا يبقى قبل ما تعمل عملية الراي والنبات عندك اصلا عن عمر 40 يوم 45 يوم هتبدأ في عملية فنية مهمة جدا واللي هي ايه انك انت هتطرح الاسلاب او اتطرح السرطانات اللي موجودة عندك في القلبية هتشيلها تطلعها فين على ظهر المصطبة من فوق يبقى انت كده ضمنت ان كل الصمار اللي موجودة عندك بقت فين على ظهر المصطبة طيب المصطبة اللي عندك دي انت هتقطعها على الده المصطبة اللي عندك ده جماعة اللي هتزرع عليها اللب الخشب هيبقى عرضها من فوق من 180 لأقصى حاجة 200 سنتي يبقى ما تقلش عن 180 سنتي وما تزيدش عن 200 سنتي عشان ما تهدرش في المساحة اللي موجودة عند حضرتك وهتزرع من الناحيتين هتزرع من على الريشة اليمين وهتزرع من على الريشة الشمال وهتزرع المسافة بين الزراعة جماعة من 30 ل40 سنتي اقصى حاجة تقلل عن التلاتين وما تزيدش عن الاربعين وتركز في الكلام ده وازرع بكسافة نباتية تقيلة وبعد كده بقى خف انت برحتك عشان تضمن عدد النباتات اللي موجودة عندك في الحقل واللي هتزود لك الانتاجية بتاعتك يعني واحد يجي يقول لي الفدان ما بيجيبش غير 800 كيلو 800 كيلو وانت حضرتك مش زرع بكسافة نباتية مظبوطة 800 كيلو حضرتك مهضر في المساحة 800 كيلو حضرتك ما بتستخدمش برنامج سمادي كويس وبتدي للنبات العناصر الغذائية اللي هو محتاجة في كل مرحلة من مراحل النمو بتاعته اللب الخشبة جماعة له تلات مراحل مهمين مرحلة مجموع خضري مرحلة مجموع زهري ومرحلة عقد وتكوين الكوز او تكوين الصمرة اللي موجودة عندك مهم جدا جدا انك تبقى عارف كل مرحلة من المراحل دي محتاجة لعنصر ايه وتدي للنبات العنصر ده بالكمية الكافية اللي هو عايزة ومش بكمية زيادة الموضوع عندك مش كتر السماد يا جماعة يعني ما حدش يقولي ده نحط عشر شاكير نطرات ده نحط ست شاكير نطرات في التسميد او الكلام ده الكلام ده غلط هيدمر لك الدنيا كتر الكماو كتر السماد على النباتات هيعمل لك مشاكل ويعمل لك تسمه الزيادة في الازوت بالذات بتعمل لك مشاكل على عناصر تانية مهمة جدا وبتأثر على امتصاصها الزيادة في الصفور برضو بتأثر على امتصاص عناصر تانية الزيادة في الكالسون بتأثر على نصر تانية يبقى مهم قوي انك تبقى عارف النبات اللي موجود اللي عندك ده ايه واحتياجاته السمادية ايه مهم قوي جماعة خلايا النحلة تفرق مع حضرتك كتير جدا في عملية التلقيح والاخصاب وزيارة عدد الصمار اللي موجودة عندك او عدد الكيزان اللي موجودة عندك وبالتالي زيارة الانتاجية اللي موجودة عندك في الفدان مهم قوي يا فندم ان حضرتك تبقى متابع برنامج تسميت جيد مهمة عنه وهوي ان ما يحصلش عندك اي اصابات حشرية او اصابات فطرية للنبات اللي موجودة عند حضرتك وزي ما قلتلك النبات ده من النباتات المتحملة لدرجات الملوحة العالية من النباتات المتحملة لاصابات الحشرية من النباتات المتحملة للفطريات المسببة لأعفان الجزور بكده يا جماعة نكونوا وصلنا لليت حلقتنا النهاردة اتمنى كنت قدمت لكم معلومة مفيدة واتمنى انكم تشاركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس شكرا حضرتكم تحياتي